بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله المهدات إلى الناس أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الاصلام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فموضوع درس هذا اليوم المنور السعيد الحض على لزوم اتباع الجماعة والإمام انطلاقا من حديث حديثة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وام دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قلت فما تامرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عضى بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك رواه الشيخان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صاحب الجلالة والمهابة بكزدان تاريخ هذه الأمة الإسلامية التي سعيت لرسم طريق مستقبلها وإنارة سبيل مسيرتها فكرست عبقريتك وفكرك لتسوية خلافاتها وبذلت جهدك لتوحيد صفوفها واسترجاع ما ضاع من حقوقها أدامكم الله لهذا الدين تشددون أمره وترشدون أهله يحالفكم النجاح ويؤازركم الإلهام يشد إليكم أفئدة مئات ملايين المسلمين في كل وقت وبالأخص خلال شهر الرحمات شهر رمضان المعظم وأنتم تترأسون هاته المجالس العلمية التي انفردتم عبر التاريخ بعقدها على هاته الهيئة فينظر فيها علماء الإسلام من شتاء أنحاء المعمور درر كنوز القرآن والسنة فتنتظم لآلئها الثمينة في عقد مفاخركم الجليلة فتفوحوا بشذا عبير الوحي المطهر في مقامكم المتدثر برداء القرآن الكريم والمتحلي بسيرة جدكم الأكرم عليه صلاة الله وسلامه كلها يا مولاي ومضات من إشعاع فكري وحضاري ألمحت بها إلى ذلك الطود الشامخ من المكارم الذي حباكم الله به فيبعث فينا نحن رعاياكم لاعتزاز إذ نتفيأ ظلال قيادة الدوحة النبوية الشريفة ملتزمين بطاعة الإمام ومتمسكين باتباع جماعة ويشرفني أن أقول سيردد التاريخ مدحك منشدا لحنا له أخلاقك المثلى وتر هذه صحارينا لعطفك ترتجي ما قادها من غير عرشكم بشر لعن الإله من العباد مفرقا شمل الشعوب مقنعا أو إن سفر مولايا صاحب الجلالة والمهابة في هذه الظروف التي تستقبل فيها الإنسانية نمط حياتي جديد تغيرت فيه كثير من مصادر التوجيه البشري وهي تغيرات وجدت المسلمين يتطلعون إلى أفق صحوة إسلامية إذا استمرت منطلقاتها من ينابيع الإسلام الصافية فلا شك أنها ستجعل الإسلام ينتشر ويثبت ويحافظ على سمعته ومكانته بإذن الله الشيء الذي يحتم على المسلمين تضافر الجهود لمواجهة كل التحركات المشبوهة التي يتستر أصحابها بالإسلام والحال أنهم لا يعملون إلا بما يمس سمعة الإسلام وسماحته ومرونته واعتداله وللأوصاف البارزة التي أعطتها السنة النبوية لأعمالهم والتحذير من عواقب تحركاتهم في كثير من نصوصها وخصوصا بهذا الحديث الذي ورد في شكل حوار أجراه الصحابي الجليل حذيف بن اليماني مع النبي صلى الله عليه وسلم والذي يشكل منهجا عاما للسلوك المتزن الواجب أن يسير عليه كل مسلم ينشد الخير لنفسه ولأمته لهذه الأسباب استسمح المقام الشريف في أن أتناول الموضوع من خلال الفقرات أولا رجال سند الحديث ودرجته من الصحة ذانيا معنى الخير والشر الوارد ذكرهما في هذا الحديث ثالثا لزوم اتباع جماعة المسلمين وإمامهم والوارد الوارد في من خرج عليهما رابعا النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا التوجيه النبوي الكريم أولا الرجال سند هذا الحديث ومكانته من الصحة هذا الحديث رواه الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رواه عن أكابر محدث زمنه وكتابه الجامع الصحيح لم يؤلف لحد الآن أحسن منه في الحديث أصح منه في الحديث باستثناء الأحاديث التي اتفق عليها هو الإمام مسلم وإلى ذلك أشار السيوطي في ألفيته بقوله وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما مروي ذيني فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما ولد الإمام البخاري سنة مائة وأربع وتسعين ومات سنة مائتين وستن وخمسين رواه البخاري هذا الحديث في بابه كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ولا إمام عن محمد بن المذنى بن عبيد بن قيس البصري تلقى الحديث على كبار شوخ زمنه ذكره بن حبان في الثقات ولد سنة مائة وسبع وستين ومات سنة مائتين وثنين وخمسين ورواه محمد عن الوليد بن مسلم القرشي مولا بني أمية عالم الشام مات سنة مائة وخمسين وهذا رواه عن ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي مات سنة مائة واربعين وخمسين ورواه ابن جابر عن بسر ابن عبيد الله الحضرمي رواه عن جماعة من التابعين ذقة لم أعثر على تاريخ وفاته وبسر سمعه من عائد بن عمر ويقال عبد الله بن إدريس الخولاني ولد يوم غزوة حنين سمع من كثير من الصحابة رضي الله عنهم وعنه أخذت جماعة من تابع التابعين مات عام ثمانين هجرية وأبو إدريس سمعه من الصحابي الجليل حذيف بن اليماني أسلم حذيف ووالده اليماني أيام غزوة بدر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب استعمله عمر على المدائن مات بعد مقتل سيدنا عثمان بأربعين يوما قال حذيف كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الحديث وروا الإمام مسلم هذا الحديث مرتين في صحيحه الأولى بنفس السند واللفظ إلا ما كان من عبارة يهدون بغري هدي فإن رواية مسلم الأولى فيها يستنون بغري سنتي ثم رواه مرة أخرى بسند آخر وبلفظ آخر عن الصحابي عن نفس الصحابي إلا أن المعنى ليست فيه زيادة إلا ما كان من سؤال الصحابي عندما قال كيف أصنع إذا أدركني ذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع وأروا أبو داود هذا الحديث بسند آخر عن سبيع بن خالد قال أتيت الكوفة فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال الصدع الربعة تعرف إذا رأيته أنه من أهل الحجاز فقلت من هذا فتجه من القوم وقالوا هذا حذيف بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق الحديث بلفظ مغاير لللفظ الشيخين إلى أن بلغ محل سؤاله الأخير فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطيع وإلا فمت أن تعاض بجذر شجرة حتى يذركك الموت وأنت على ذلك والجذر خشبة تنصب لتحتك عليها الإبل وفي رواية أبي داود زيادة تعلق بالدجال والساعة هذا الحديث من أصح الأحاديث هذا اليوم يبقى كتاب من كتب السنن إلا ورواه كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن نصر بن عاصم للليذي ثم ساق رواية أبي داود عن سبيع متقدمة والزيادة الوحيدة في رواية أحمد هي أن الصحابي لما سأل عن معنى الدخل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه ثانياً لمحة عن الخير والشر الوارد ذكرهما في هذا الحديث قصد الصحابي بالشر الأول ما كان سائداً من المنكرات أيام الجاهلية أما الخير فهو ضد الشر ويجمع على خيور قال النمر بن تولى بالجاهلي ولقيت الخيور وأخطأتني قطوب جمة وعلوت قرني والمراد بالخير الذي هم فيه السعادة التي غمرتهم بظهور الإسلام بينما الشر الأول الذي تلا ظهور الإسلام قد اتفق شراح الحديث على أنه ابتدأ بمقتل سيدنا عثمان واستمر حتى تلك الفتنة التي قوبل بها سيدنا علي والتي يقول أهل السنة استحسن أهل السنة لإمساك عما جرى فيها تعظيماً لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى باتفاق الأمة وصرفهماً من المسلمين للبناء والتشهيد لتثبيت أسس الحضارة الإسلامية وهذا هو الخير الذي فيه دخن وللدخن في اللغة معاني كثيرة منها عدم صفاء القلوب وهو المقصود هنا قال ابن منظور في لسان العرب مستدلاً بهذا الحديث على معنى الدخن لغة قال رجل دخن العقل والدين والعهد متغيرهم وأنشد لقعنا بالجاهلي وقد علمت على أني أعاشرهم لا نفتأ الدهر إلا بيننا دخن ونسب إلى القاضي عياذ القول بأن الخير الذي فيه دخن كان أيام حكم عمر بن عبد العزيز لكن الراجح هو على أن هذا الحديث بلغ من شمول المعاني ودقة اللفظ ما يجعل أحكامه تسري على أحوال المسلمين في كل مزاء في كل زمان وقوله صلى الله عليه وسلم يهدون بغري هدي تتفشى فيهم المخالفات ويكسر الغل والحسد والتنافس وقوله صلى الله عليه وسلم تعرف منهم تنكر إشارة مقتضاء تتم بإضافة محذوف وهو تعرف من أعمالهم وتنكر مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها فإن تفسيرها واسأل أهل القرية التي كنا فيها واستنكار أعمال أولئك المخالفين يسير في معنى حديث أم سلمة قالت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنكر بريئا ومن كريها سلم رواه مسلم أما عن الدعاة فقد وصفهم بأنهم على أبواب جهنم تشنيعا لأعمالهم وتحذيرا من مغبة دعاياتهم فمن اتبعهم خسر الدنيا والآخرة وآطى أماراتهم فقال إنهم من بني جلدتنا من نفس سلالاتنا ويتكلمون بألسنتنا يستنتج منه إخباره بالغيب وإلى إخباره بالغيب أشار أحد علماء الصحراء الشيخ محمد عد القادم ومحمد سالم فكم من المغيبات أخبرا فبعضها مضا وبعضها سيرا إشارة إلى أن الإسلام سينتشر في شعوب كثيرة لها لغات متعددة قال ابن حجر عن القابس هم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون لها وقال أيضا قوله كيف الأمر إذا ظهر أولئك الدعاة ما الذي يفعله المسلم آنذاك فأجاب بأنه ألزم باتباع الجماعة وطاعة أولي الأمر وذهب شراح الحديث إلى أن الأمر هنا أتى على سبيل الوجوب لما يعضده من آيات وأحاديث تلزم البيعة للإمام والتمسك باتباع الجماعة وقد أشار سيدي عبد الله بن الحاج براهيم الشنقيطي في نظمه مراق السعود إلى الحكم الذي ينبني على صغة الأمر حسب القرائن التي تصاحبه فقال وفعلد الأكثر للوجوب وقيل للندب أو للمطلوب أو المطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب قال شارحا لهما في نشر البنود إن جل المالكية ذهب إلى أن حقيقة الحكم في أفعل حقيقة في الوجوب فيحمل عليه حتى يصرف عنه صارف وقيل في الندب لأنه المتيقن وقيل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب وأضاف وقيل أمر الله تعالى حقيقة في الوجوب وأمر من أرسله تعالى حقيقة في الندب إذا كان مبتدأا من جهته بخلاف الموافق لأمر الله تعالى في القرآن أو المبين لمجمل القرآن وهو حقيقة في الوجوب أيضا وهذا هو قول البيضاوي وابن حجر أن الأمر هنا في هذا الحديث ورد على سبيل الوجوب فيما يرجع لطاعة الإمام ولزوم اتباع الجماعة بكونه منطابق لأوامر وردت في القرآن الكريم منها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأمر المسلم بإطاعة الإمام واتباع الجماعة ورد عليه النص حتى في الوقت الذي يتعرض فيه الإنسان للأذى حقنا لدماء المسلمين وحفاظا على أمن جماعتهم ففي رواية أبي داود قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك وفي رواية الطبران فإن رأيت خليفة فلزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فإن لم يكن خليفة فالهروب أولى من تلك الفرق كلها ولو أن تعضى على جزع شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم قال البيضاوي فإن لم يكن خليفة فاصبر على تحمل شدة الزمان بسبب كثرة الفتن والتنافس على الرئاسة فعضوا جزل الشجرة كناية عن شدة المشقة كقولهم فلان يعضوا الحجارة من شدة الألم ذالذا لزوم اتباع جماعة المسلمين وإمامهم قال محمد شمس العظيم مبادي بعون المعبود على سنن أبي داود هذا الحديث اتخذ منه العلماء حجة على وجوب لزوم الجماعة وترك الخروج حتى على إمة الجور والمقصود بالجماعة تلك التي بقيت متمسكة ببيعة الإمام الذي ورثت باعته أو الذي ورثت باعته فمانع الزكاة في عهد أبي بكر والخوارج في زمن علي كانوا جماعات لكنهم ليسوا على حق وقد أتى هذا الحديث محذرا من أعمالهم فكل من خرج على الإمام والجماعة فهو من دعاة جهنم قال الشيخ محمد حبيب الله الجكني المتوفى 1363 هجرية في كتابه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم بعد كلام طويل عن الشر الأول والخير الذي فيه دخل والذي قال بأنه هو اتفاق كلمة المسلمين ولو على إمام الجاير بعد كلام طويل في هذا الموضوع قال إن بيعة الشرفاء العلويين في المغرب تجسد استمرار الخلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإخلاص لهم طاعة لله ولرسوله والخروج عليهم معصية لله ولرسوله فاتباع جماعة جماعة المسلمين وإمامهم واجب على كل مسلم ولا يحل له الخروج عليهما ولا التهاون في أداء الواجب تجاههما تحت أي مبرر مهما كان حتى ولو ضرب ظهره وأخذ ماله فعليه واجب الطاعة ما دم لم يمر بمعصية الله أو يرى كفرا عنده فيه من الله حجة واتباع الجماعة والإمام يتم عن طريق التعاون مع بقية أفراد المجتمع على الخير ولا يتأتى ذلك إلا بإصلاح المرء لنفسه باستقامة سلوكه وحبه لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه فإذا تمسك المسلم بالمحجة لبيضان الإسلام حصن نفسه من الانسياق وراء الدعايات الهدامة والأعمال المخربة لأنه سينتقل من التفكير في المضرة إلى واجب البحث عن الخير والعمل فيه وقد حدد الله في كتابه سبل الخير التي يتعاون فيها المؤمنون فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم وأولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم قال الفخر الرازي في تفسيرها ما مضمونه إن هذه الأوصاف التي أشارت إليها هي التي تميز المؤمن عن المنافق وهي الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله ورسوله ومن الثابت أن طاعة الأمير هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الحديث الشريف الذي رواه مسلم والقائل من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني إن المجتمع الذي يمكن أن يتعاون على الخير على هذه الصفات الحميدة هو المجتمع الذي صهرته التربية الإسلامية على التكافل والتراحم والتعاون لا يجتمع أفراده على ضلالة وأي ضلالة أشد من الاجتماعات واللقاءات والخطب من أجل تهديد أمن دولة إسلامية ملتفة حول من ارتضته لتسير أمورها إن جماعة أن أية جماعة تلتقي على أعمال الهدم والتخريب لا يمكن القول بأنها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه السلام مرض عنه في الحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر بن العص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أجاركم من ثلاثين ألا يدعو عليكم نبيكم فتهركوا جميعا وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا تجتمعوا على ضلالة وقد حثت السنة على اتباع الجماعة إضافة إلى حديث حزيف هذا في عدة أماكن ورد عن أبي هرارة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبة فليس من أمتي ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني رواه مسلم أين يضع المخربون أنفسهم من هذا الحديث الذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعمالهم ثم تبرأ من اتمائهم إليه إذا كانت في نفوسهم بقية من إيمان فليزنوا أعمالهم بميزان الشرع ليدركوا أين جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرت السنة باتباع الجماعة والإخلاص لأولي الأمر في أحاديث كثيرة منها قال عباد بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر في المنشط والمكره وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول الحق لا تأخذنا في الله لوم تلائم يتجلى من هذا أن النصوص الشرعية حتى متتباع الجماعة والإخلاص للإمام روى البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه من الخير وقد ورد في الحديث أيضاً لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقة وفيه رواية بالقسم الله لا يؤمن وقرن الله دائماً طاعة أولي الأمر بطاعة الله تأكيداً لأهميتها وتحذيراً من الخروج عليها روى أبو داود والترمذي عن العرباض من سارية قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله العظيم والسمع والطاعة الحديث قال ابن رجب البغدادي في شرح هذه الأحاديث تدل على أن المؤمن لا يتم إيمانه حتى يجد نفسه منجذبة لمحبة الخير لإخوانه المؤمنين يسره ما يسرهم يريد لهم ما يريد لنفسه وهذا كله إنما يتأتى من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد وهي معاني الدخن الذي أشار إليها حديث حذيف هذا وعن السمع والطاعة قال من التزم بالتقوى نجاه في الآخرة ومن أطاع الإمام احتاطا لدنياه وأمن سبل السلامة لعبادته ولعبادة إخوانه المسلمين وأبعد الفتن عن وطنه ونسب لعلي بن أبي طالب القول بأن الناس لا يصلح إلا إمام بر أو فاجر لما يكفر لهم اتباعه من أمن النفوس وجمع الكلمة وقد اتفق علماء الأمة من مختلف المذاهب على أن تولية الإمام واجبة منهم من جعلها واجبة بالشرع ومنهم من جعلها واجبة بالعقد ولهم أقوال بمن تتم وكيف تتم نقتبس منها الإشارات الآتية قال أبو بكر البقلاني في كتابه التمهيد على أن الإمام يصير إماما بعقد يتم من طرف أفاضل المسلمين الذين هم أهل الحل والعقد وذكر أبو يعلى من الحنابلة في كتابه المعتمد في أصول الدين أن الخلافة تثبت باختيار أهل الحل والعقد واعتبرها الموردي في كتابه الأحكام السلطانية عقدا يتم بين طرفين هما الإمام والرعية ومحله الخلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى القلاني سيو شيخ البغدادي أنها عقدا يتم باختيار علماء الأمة الذين يحضرون تولية الإمام وليس لذلك عدد معين وعز من تيمية للإمام أحمد أنها تنعقد بموافقة أهل الشوكة وتصير نافذة بمصادقة أهل الحل والعقد فقال الغزالي في فضائحه الباطنية والذين اختاره أن يكتفاولوا بشخص واحد إذا كانت ستتبعه العامة وقال محمد بن رشد في كتابه البيان والتحصيل لأن تولية الإمام فريضة وسذل على ذلك بالحديث الشريف من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيام لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية إن كل من تتبع مواقف الفقهاء من هذا العقد عقد البيعة والواجبات المتبادلة التي تولد عنه ولاحظ السابقة الحضارية التي سنتها الأمة الإسلامية في تنظيم علاقات الحاكمين بالمحكومين إن كل من تتبع تلك الآثار الحضارية يستطيع القول بأن نظرية العقد الاجتماعي التي انتشرت في أوروبا أولا على يد توماس هوبت سنة 1678 وجول لوك سنة 1701 وجانجاك روسو سنة 1778 قد أتت لا محالة مقتبسة من النصوص المتعلقة بالبيعة والإمامة مع خلافات جوهرية في إطار العلاقات والممارسات فالمسلم علاقته بولي الأمر ترتبط بدينه ويعلم أن الله سيسأله عنها عن الوفاء بها والملك في الغرب بحكم العقد الاجتماعي مهمته رمزية تمكنه من هالة من التكريم في إطار ممارسة للحكم محدودة بينما الملك في الإسلام بحكم خلافته للنبي صلى الله عليه وسلم يبقاه والمتصرف والموجه والمجه رئيس كل الصلاة الدينية والدنوية التنفيذية والتشريعية اختصاصه يشمل الشاذة والفاذة من أمور رعيته بحكم خلافته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل مرفق من مرافق دولته يمارس فيه المكلفون به أعمالهم لجابة عنه ولا يحق لهم إبرام أي أمر إلا بأمره ومشورته لكن تعتيما متعمدا اتبع في شأن تلقين أحكام البيعة والخلافة حتى أصبح شباب الأمة لا يعرف عنها الكثير لذا نرى أنه ينبغي أن تعطي لها كليات الحقوق مزيدا من الاهتمام في العالم الإسلامي حتى تبقى تلقى أحكامها في مواد القانون العام وتبرز أهمية البيعة للإمام من خلال المكان التي وضعها الله فيها حيث جعلها عهدا بين العبد وربه وجعل الله نفسه وهو الرقيب عليها وذلك من خلال قوله جل من قائل وأفو بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا ليمانا بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا قال القرطبي في تفسيرها ما ملخصه أجمع العلماء على أن المقصود بهذا العهد عقد البيعة التي تتم بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أو البيعة التي تتم بين الإمام والرعية بصفته خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم ولذا يجب الوفاء لعقد جعل الله نفسه كفيلا عليه وسواء تعلق الأمر بالعهود التي ربطها المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو تعلق بالعهد الذي يعطى للإمام عند توليته أو كان عهدا يتعلق بالاتفاقات الخاصة فإن الوفاء به واجب على كل مسلم وبهذا قال الألوسي في تفسيره للآيات الكريمة ووفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولما قال الله عز من قائل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فق أيديهم فمن نكذف إنما ينكذ على نفسه ومن أفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما قال العلماء إن الإمام والجماعة لا يخرج عليهما إلا فاسق مكابر أو باغ متعنت أو محارب معتدي وقد أعطت نصوص الكتاب والسنة الوصفة الشرقية لعمل كل واحد منهم وما يجب أن نعامل به ففي الفاسق المعتدي قال سيد الوجود عليه الصلاة والسلام من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رأس الأخير الحديث وفي صحيح المسلمين قال عن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه تبين من هذه الأوامر النبوية الكريمة مدى خطورة أي عمل يمس أمن الدولة ووحدتها ووحدة الجماعة تحت لوائها وقد تعرضت الآيات القرآنية لحالتين من حالات الخروج على الإمام والجماعة هما البغاة والمحاربون فقال الله في كتابه العزيز عن البغاة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيأ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين قال ابن العربي في تفسيرها إنها تقتضي ما روي لها وما لمروى وإنها أصل عظيم لقتال كل من حاول الخروج على الجماعة والإمام سواء كان فردا أو جماعة قال خليل بن إسحاق في المختصر الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه فالعدل قتالهم إن تأولوا كالكفار إلى آخر الباب قال الدرديري في الشرح الكبير عن ابن عرفة الباغي هو الامتناع من طاعة من ذبتت إمامته باتفاق الناس عليه ثم قال ونائب الإمام مثله إن جميع الذين يدعون إلى التفرقة ويشكلون خلايا داخل المجتمعات الإسلامية تهدف إلى المس بأنظمتهم وتمزيق وحدتهم يشملهم البغي حسب رأي المالكية هذا أما أولئك الذين يجتمعون على قطع الطريق ونهب الأموال وإيقاظ الفتنة ونشر الأكاذب المختلقة ضد الجماعة والإمام فقد ورد فيهم قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خز في الدنيا ولهم في الآخرة عظام عظيم قال الفخر الرازي في تفسيرها بعد كلام طويل عن أسباب نزولها ما مضمونه إن المحاربين الذين نصت عليهم الآية هم الذين يجتمعون بعضهم مع بعض ثم يخططون لمحاولة إزهاق أرواح المسلمين ومعاهديهم ونهب أموالهم فإذا صدر منهم ذلك خارج المدن فهم قطاع الطرق وإذا صدر داخل المدن فقال الشافعي ومالك فهم سعات الفساد وركز على أنها إضافة إلى قضية العران المعروفة فإن حكمها يعم كل من حارب الإمام والجماعة فهي من باب ما خص سبب نزوله وعم حكمه وأتت السنة بمبدأنا عما من كل ذلك إذ أخرجت حامل السلاح على الجماعة والإمام من زمرة المسلمين ففي الحديث الذي اتفق عليه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا وقال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعده كفارا يضرب بعضكم رقاب البعض رابعا النتائج التي يمكن استخلاصها من حديث حذيفة هذا استخلص العلماء من هذا الحديث فوائد جمة منها السؤال عن الشر حتى يتجنبه الإنسان ومنها رحابة صدر النبي صلى الله عليه وسلم لكل سائل ومنها جوابه لهم في كل فن ومنها أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلاله ومنها إخباره بالمغيبات ومنها أن من تصدى لدولة من المسلمين في أي مكان وجدها ملتفة حول من ارتضته لتولي أمورها ورامة اشتيت شملها وإفساد حكمها وزعزعة أمنها ومحاولة إزهاق أرواح أبريائها وتخويف مواطنها فسواء كان فردا أو جماعة فإنه من الدعاة الذين على أبواب جهنم والذين ذكرهم حديث حذيفة هذا إن الشطر الأخير من هذا الحديث فيه توجيه النبوي الكريم حذر فيه صلى الله عليه وسلم أمته من عواقب الدعوات الفاسدة والأعمال المخربة التي يتستر أصحابها بالإسلام وأعمالها كلهم مضرة من الإسلام فيحاولون أن تشيع الفتنة والفوضى في الجماعات الإسلامية والله قال جل من قائل والفتنة أشد من القتل إنه يجب على المسلمين أمام الفراغ الفكري المهول الذي تعاني منه الإنسانية أن يقدموا للعالم اليوم الإسلام في صورته الحقيقية دين السماحة والألفة دين التعاون على البر والتقوى وليس دين النهب والبتر والإرهاب ومصادرة حقوق الناس وانتهاك حرماتهم ليس في الإسلام نص يبيح القصد الجنائي العام لمن انتسب إليه في أن يضع قنبلة في شارع ما أو في محل ما لتقتل شيخا أو طفلا أو حتى مجرما لأن طريقة عقابه من اختصاص أولي الأمر هل من الشريعة هل في الشريعة قول يبيح استغلال العامة حين تواردها على بيوت الله لتحرض على أمنها وعلى أمن دولها على انتهاك الحرمات ورمي المسلمين الأبرياء بالمنكر من القول لو احتكم الجميع إلى كتاب الله والسنة نبيه لأخرج كذير من من يقولون بمزر هذه الأعمال من الإسلام فليتعاون المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها عن إماطة هذا الأذى من طريق الإسلام وهذا هو أضعف الإيمان قد يقال بأن الإنفعال السياسي والاجتماعي الذي تعرفه الساحة الإنسانية وما صاحبه من انحرافات ليس خاصا بالمسلمين وحدهم كما يقال أيضا أن ما يشاهد في الرقعة الإسلامية من تحركات مريبة يقوم به بعض المنظمات والهيئات الأخرى التي لم تسمي نفسها إسلامية وأرى أن الجواب على هذه التساولات التي قد ترد إلى فكر البعض هو أننا نحن أصحاب رسالة نريد تبليغها إلى الناس نحن محملين بأمانة التبليغ نحن نعمل من أجل إسعاد الإنسانية في الدنيا والآخرة نريد للجميع الهداية حتى يصبح له مالنا وعليه ما علنا علينا ولا نستطيع حملا مشعلي تلك القيم إلا إذا انسجم سلوكنا مع طرحنا لأفكارنا ولو طبقنا الإسلام في أنفسنا قبل أي أحد لما وجد مسلم في سجن بسبب اعتداء على مال أو عرض ومؤسسة ولما سمعت إذاية من شخص يقال أنه مسلم وبالتالي سنعرف بالصدق والمحبة والليونة والمودة وبدل النفس والنفيس في إسعاد الآخرين لا غل ولا حسد ولا غش إذا استرجعنا هذه الشيام التي هي ميزتنا فعندي يقين أن كثيرا من أبناء الإنسانية سيتسابقون إلى الإسلام وأخيرا إننا نحمد الله نحن المغاربة على نعمة التمسك بالبيعة لأمير المؤمنين واتباع الجماعة حتى نلقى الله ولدنا حجه ولا بد من الإشارة إلى أن الجماعة الباغية التي خرجت في المغرب على البيعة الشرعية التي في عناقها وعناق آبائها وخرجت على اتباع الجماعة المعروفة بمرتزقة البوليزاريو قد ارتكبت جرائم الحرابة والبغي وحمل السلاح على المؤمنين وإمامهم فمن لم يتب منهم خسر الدنيا والآخرة ومن تاب واستجاب لنداء الملك السامي فها هو والحمد لله ينعم بالحرية والكرامة فقد طبق فيهم أمير المؤمنين أيده الله ونصره الآية الكريمة والكاظمين الغيظة والعافينة عن الناس والله يحب المحسنين فكضم غيظنا عن التائب منهم نحن رعاياه وعفا عنه وأحسن إليه اللهم يا مالك يوم الدين يا خالق الخير والشر الواحد الوحد الفرد الصمد الذي لم يتخي صاحبة ولا ولد عالم الغيب والشهادة نسألك بأسمائك الحسنى وآياتك الكبرى أن تحفظ أمير المؤمنين عبدك الخاضع لجلال سلطانك المطبق لعدلك الساهرة على مصالح عبادك من أقام الشريعة وأحيى السنة وأمات البدعة مولانا أمير المؤمنين الحسن الثاني حفظه الله باستبع المذاني وأقرعنه بولي عهده الأمير الجليل صاحب السمو الملك مولاي محمد وصنوه السعيد المولى راشيد وسائل أفراد أسرته الكريمة إنه سميع مجيب والختم والدعاء من أمير المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامه على المرسلين والحمد لله بلا ألم بلا ألم